السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عنا جهاز ايفون 6 بلس وليس 6s بلس. سنعمل له تخطي لحساب اي كلاود. طبعا طريقته بتختلف عن ال 6s بلس بشكل كامل للناس اللي بتحاول نفس الضروق وما بتزبط معه. اه شرحته فيه ثلاث فيديوهات سابقة. اداة حفيدك اي اف تي واللوك تولز. واليوم بدي اه اشرحه باداة اي تي ان لوك. ببداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجلس عشان يوصلك كل جديد. جاز اصداره اتناش باصلة خمسة باصلة سبعة. اداة اي تي ان لوك. في اوب ديت من نزل الاب ديت. بس مشكلة. قلت لكم شوية من الاب ديت. اه عشان ما بحب اعمل مونتاج بالفيديوهات. عشان يكون الوضع. تمام? اه الاداة جميلة بصراحة يعني استخدمتها كثير يعني فتحت عليها كثير اجهزة اكتر من خمسة ثلاثين جهاز. بسهولة. بتهتح بشكل سريع جدا. اه اي حدا بحتاج تفعيل لهاي الاداة. اه بيتواصل معي على لمحة اه بفعله يا سواء بديو فعل جهاز او بديو فعل اشتراك سنوي او شهري. دا ما شفتوا الادا اخدت مباشرة انه الجهاز عليه ايو اس اتناش. نيجي هون ونروح على الجيل بريك. هي لك هون الجيل بريك ايو اس خمسطاش لسبعتاش. اه نعمل جيل بريك للجهاز. انا بصراحة ما جربت اعمل جيل بريك لايو اس انه محطوط عليها انه من خمسطاش لسبعتاش. ولكن بدي احاول وانتو معي. نجرب نضغط على جيل بريك. طفل جهاز ودخل في وضع الريكيفري. شوف الاداة بتعمل جيل بريك عليها. شكل كامل. الان بدي اضغط خفض الصوت. والبور. مع زر الهوم. لما اضغط ستارت. يعني بضغط ستارت. بضغط هدول الازرار. بضل ضاغط على ازرار والشاشة سودة. وبعد ثلاث ثواني برفع ايدي وبضل ضاغط على الهوم لوحدها بالطريقة هاي. نضغط ستارت. نضغط كل الازرار مع بعض. واحد اثنين ثلاث. برفع ايدي عن خفض الصوت والبور. بضل ضاغط على زر الهوم. ان يدخل الجهاز بوضع. الديفيو مود. ايه ما جربت اعمل جيل بريك على ايفون سيكس اول مرة. اجرب. بدأ اشوف تنجح العملية. اه نجحت العملية. زي ما انتم شايفين بلش ياخد جيل بريك. الجهاز. اعطى العلامة. امور. ايه ما نجحت العملية. ما تكمل جيل بريك. عناته لا تعمل جيل بريك. احضرك لك بلف. نزل منه جيل بريك لا ايفون سيكس بلوس. انا بحكيت. كان يكون الكلام واضح. يعني جربناها على الايفون سيكس. ونجحت معنا. اه على اسف على ايفون سفين وايفون ايد. ونجحت معنا بشكل كام. راح اترك لك ملف بالوصف. تستخدم الملف. اللي بترك لك اياه بالوصف. وهو هذا الملف. بس تفتحه و راح تلاقي كل هاي الملفات. انت بتختار اخر خيار ونرين. استخدم هاي الاعداء للجلي بريك. زي ما شفتوا بعد ما فتحتها اختار الاصدار. بشيل الصح عن يو اس بي دي كي. واضن انها هاي هي المشكلة اللي بتعمل هون. شيل الصح من يو اس بي دي كي. وبتعمل نيكست. وادخل الجهاز بوضع الريكيفوري. الان بدنا نقوم بنفس العملية. خفض الصوت. والباور. مع الهوم مع ضغط ستارت. بضغط ستارت. مباشرة بضغط الهوم والباور. واحد اتنين تلاتة. وضغط على الهوم. انا بتعمد معنا المونتاج واجرب. مباشرة. عشان اي حدا بصير عنده اخطاء. هيا رفعت ايدي عن الهوم. هيك يبلش عملية الجيل بريك. عشان اي اخطاء تبين معكم. تعرفوا ايش اللي بصير. اخد الجيل بريك. اخده بشكل ممتاز. اراه بشكل كامل. عمدت اجربه من الاداء. عشان في ناس بتحكي لي ما نجحت العملية وجربت وكده. وانا ما يعني ما كنت عامل الفيديو عليها فما جربتها. الان هيك نكون يعني تكون الصورة واضحة بشكل كامل. خلص نعمل اخد جيل بريك بشكل كامل بتاكد بفتح ثريو تولز. اكد انه جهاز اخد جيل بريك. نعم اخد جيل بريك بشكل كامل. والان الخطوة التالية. بني. بفصل الكابل. برجع كابل. زي ما شفتو طعلت عندي الخيارات. لا. في خانة الجيل بريك بعد ما قرأ انه الجهاز عليه جيل بريك. يعني احنا اللي راح نختاره من 12 ل 14. لانه اصدار التليفون 12.5.7. واضغط عليها مباشرة. طلع خيار ثاني. هنا شوفوا الخيارات اللي طلعت بالشكل هاد. وهي رسالة مهمة جدا انه تنتبهوا عليه. اذا كان جهازك جي اس ام. تضغط على هذا الخيار. ما ما نجحت معك العملية واشتغل شبكة تضغط على الخيار الثاني. يعني زي ما شايفين ويد سيجنال مثل وون. وعندك ويد سيجنال مثل تو. هدول التنتين بتجرب عليهم اذا كان جهازك جي اس ام. اذا كان جهازك ما في داعي تجرب هيك بدك تعمل باي باس نو سيجنال. انا جهازي ميد. كيف عرفت? اول شي مش ما مش مكتوب هون بالاداة جي اس ام. لازم يكتب هون جي اس ام. اذا كانت جهاز جي اس ام. اثنين بتقدر تعرف من علامة التعجب انه جهازك هون ميد. او عن طريق الامي بتعمل اه بحث بالامي. وبتعرف. انا راح اختار باي باس نو سيجنال. اذا كان جهازك جي اس ام تختار الخيار هاد او هاد. نضغط باي باس نو سيجنال. انا اللي انه جهازي ميد. اذا كان جهازك جي اس ام تعمل خطوة زي ما حكيت. بس. بلاش ياخد زي ما شايفين. هون بلاش يعد. نتضير لغاية ما تكتمل العملية. يليت اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة. وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اطانا هون باي باس هلو سكسفولي. تيز ويت ريبوت. كم شايفين. اه بلاش عملية الفتح ننتظر لغاية ما يكتمل. او انا بحكي لك. اف سيرفس اي سيرفس نوفوكيشن. فيستايم. دازنت ويرك. يوز. فيكس. اذا ما اشتغل عندك الفيستايم. والتنبيهات. تقدر تستخدم. اه فكس. اي سيرفس فنكشن. من وين هاي? يعني هاي بعد ما خلصنا. فتح التليفون. الان. نروح. نعمل. التالي. والتالي. والتالي. من هون التالي. كمان التالي. وبدون. كنتينيون. خلينا اورجيكم بس وين. هاي. هاي. هاي الباس كود. دونت يوز. هون ما بيعمل اش كب. انت بدك تعمل. خيارات لغاية ما يفتح كامل. راي نفتحه بشكل كامل. ادري. اوكي. 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 ايش اوكي. طب اوكي. هيك فتح بشكل كامل. الجهاز هيك فتح بشكل كامل. وين بتلاقي الاي سيرفس هون. اذا ما اشتغلت معك. الخدمات اللي حكيت لك عنها. وبتعمل بتعمل جيلي بريك. نرجع هيك بس نفصل الجهاز. هنا في اليوتاليتي. بتعمل جيلي بريك. وبتيجي هنا فيكس آي سيرفس. وتختار الخيارات. اذا كانت الشبكة عندك لسه مش. جاي بشبكة. والجهاز جي اس ام. تضغط على الخيارها فيكس ستل سيجنل. هون. اذا كان. ما زال. اه. في مشكلة. يعني لسه في مشكلة في شبكة وجهازك جي اس ام. هذه ملاحظات يعني ضروري احكي لكم اياها. اه. حتى لو الفيديو صار طويل. اه. هيك. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نراكم في فيديو قادم ان شاء الله. واي استفسار تبلي بالتعليقات. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.